السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي معاكم علاء عامر. يارب تكونوا جميعا بخير. وفقا تم السحر يارب العالمين. النهاردة حبيت ان انا اشارك معاكم بعض التجهيزات الاسبوعية اللي دايما بنشاركها مع بعض. في حالة ان احنا يعني بنوفر اللي على نفسنا الوقت والمجهود وقفة المطبخ. وهناخد كمان شوية افكار كده بتكون سهلة وسريعة. وفي نفس الوقت هتقدر يتعمل للمينها فكرة او فكرتين. زي ما انت عايزة او تعمليهم كلهم برضو براحتك. المهم يعني تغذي اللي ينفعك ويفيدك بس. النهاردة انا جبت كمية من اللبن. هم تلاتة كيلو. لبن جاموسي من جادو. قلبان جادو اللي انتو عارفينه في العجمي. تمام هو لبن جاموسي كيلو عنده بسبعتاشر جنيه. طبعا انا شايفة غالي شوية. بس انا بقول يعني ده عشان جاموسي ونسبة الدهن فيه حلوة ولا بأسة بها يعني. ولو عايزة تستخدمي لبن بقري في الموضوع اللي احنا هنعمله النهاردة برضو ينفع. المهم انا غليتهم كلهم وحطيتهم على النار وسايبهم بقى يهدوا خالص خالص. وحنبدأ دلوقتي ننقع فول الماتشوش عشان نعمل الفلافل لان انتو شجعتوني وقلتولي ان الفلافل ممكن تتعمل في القلاية الهوائية بمنتهى السهولة. وبصراحة انا ما بحبش اقطعها من البيت يعني. بس انا بقالي فترة كبيرة ما اكلتهاش غير لما عملتها معكم في الفيديو الاخير لما اكلتها مع امامة في الفطار وعملناها في القلاية الهوائية مع بعض. بص بقى انا هنا نقعت الفول الماتشوش. وحطيته في شوية مية لتاني يوم عشان نسحب اذن الله نطحنه مع بعض. كنت جايبة كمية من الطماطم. الطماطم حلوة جدا. الفترة اللي احنا فيها دي وانتهز الفرصة ان هي رخيصة. وكمان ممتازة. ما هيش بقى الطماطم اللي ما بتعجب كيش. لا. هالطماطم حلوة قوي. وانا جايبة الكيلو باتنين جنيه ونص. يعني انا جبت خمسة كيلو او لا جبت ستة كيلو. بكيان بخمساشر جنيه. طبعا غصلتها جدا شلت العنقود اللي فيها وشلت كمان الجزء اللي بيكون فيها من قدام ده. وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. وحبدأ احطها في الحلة بتاعتي. الحلة اللي عندي دي حل الضغط بس انا آآ مش هستخدمها كحل الضغطي. يعني انا هحطها تتسلق فيها بس لان هي مش مستهلة اضغطها يعني. لانها ما بتاخد شوات. كل اللي انا بعمله ان انا بقطعها وبحطها تتسلق. يا اما في شوية مية اما من غير مية خالص. بس انا هحط لها شوية مية قد نص كوباية كده عشان بس تتسلق بسهولة وتترى وتتهرى معي. والمية زيادة اللي بتطلع منها دي انا بصفيها منها وببدأ اضرب الطماطم نفسها في الخلاط. ان انا مش هدفي ان انا اطلع عصالة الطماطم وخلاص او عصير طماطم انا هدفي ان انا اطلع عصالة الطماطم مركزة عشان كده انا بتخلص من المية اللي بتطلع معيها بدل ما اسيبها على النار تغلي وتفضل هي تتبخر مع نفسها لحد ما اطير منها وتتركز. فانا يعني بأسر الموضوع وبشيل المية من اولها الزيادة وبضرب الطماطم نفسها من غير اي سوايل خالص في الخلاط عشان تتركز بسهولة على النار. طبعا اللي جرب معي الطريقة دي عارفها كويس قوي وعارف ان هي ما شاء الله بتبقى ممتازة. واللي بيخش يكتب لي على التعليقات واو على يعني يا ربنا يبارك فيكم يا رب كلنا بنتعلم من بعد ما حدش احسن من حد. وطبعا طول ما احنا عايشين بنتعلم حتى انا بتعلم يعني كتير جدا جدا وباستفاد من الناس كتير قوي قوي وده بفضل الله طبعا. نسبت هنا كمية من الطماطم قد اتنين كيلو وحب ده ان انا آآ يعني اللي انا قطعتها وحب ده احطها على النار هم عبارة عن اربعة كيلو. تمام دي الطماطم بقى اللي انا حشتها كده على جم بدول آآ انا عايزة اشيلهم آآ شوية منهم في التلاجة عشان تبقى طماطم جمدة كده عندي للسلطة. والحبة التانية بصراحة حاشيلهم في الفريزر زي ما هم عشان انا يعني يبقى اوقات الطماطم بتغلى وما بتبقاش عندي الصلصة خلصة. فببقى محتارة اجيب طماطم ما بتبقاش حلوة في الاسواق لما بتبقى غالية وتبقى قليلة ومش حلوة خالص. فيبقى عندي كده اطلع منه بسرعة اعمله. تمام? لان الحلة كمان بتاعت الضغط كانت اتملت هي عشرة لتر او بس اخدت اربعة كيلو من الطماطم آآ مع شوية مية. في كيس هشيله في التلاجة وفي كيس هدخله الفريزر. هنبدأ بقى كمان نعمل مع بعض شوية فول يبقى عندنا طول الاسبوع ما نحتاجش ان احنا كل شوية نطلع كيس ونبدأ ان احنا نسويه. الطريقة دي حلوة جدا جدا للناس اللي هي بتحب تفطر فول بكميات قليلة وما يعني بتكسل تعمل طبق الفول. انا بصراحة من الناس اللي لما يعني لما بكون قاعدة الوحدي بكسل اطلع كيس فول وعمله لنفسي. اولا مش بخلصه كله. ثانيا بكسل عميله على النار وكده فلما بيبقى عندي جاهز في التلاجة آآ في علبة آآ باخد منه شوية على قد اللي انا عايزاه بسخنهم في شوية الطبق وببدأ افطر بيهم جنب اي حاجة تاني. فكل اللي انا عملته ان انا حاطيت شوية زيت وشوية زيت ده على النار وشوية طوم. ونزلت عليهم بفلفل الوان مكعبات بالشكل ده او فلفل اخضر حتى اي حاجة. ونزلت بالفول اللي انا مطلعا كنا مدمسينه مع بعض الاسبوع اللي فات وببقى فرماه في الكب بعد ما بدمسه على طول عشان يفضل ناعم ما احتاجش ان انا اهرس الكيس اللي انا مطلعه. طبعا ده مفيد جدا للقولون وسهل الهضم كده واللزيز قوي. تقدروا بقى تعملوه بالطحينة زي ما انا حعملوه النهاردة انا ضفت له كمون وملح. وهحط له شوية طحينة. اه المرة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات احنا عملناها بالصدق والسلسة كان جميل جدا جدا بصراحة. المرة دي بقى احنا هنعملو بالطحينة ابيض كده ولزيز وبيبقى حلو قوي قوي. عايزين تحطوا طماطم خلوها ساعة الاكل بلاش تكون على النار وتشيلوه اسبوع كامل بالطماطم بتاعته في التلاجة طبعا التماطم انتو عارفين انها بتبوص بسرعة فبلاش. حطيته انا في الطبق بتاعي وحطيت عليه شوية زيت وشوية شطة. بس شلت العلبة بقى في التلاجة وتعالو نرجع للطماطم بتاعتنا. الطماطم انا ما كنتش قفل عليها الضغط ولا حاجة انا قفلها الغطة بس تتسلق عشان بس تتكمر كده وتخلص معي بسرعة. الطماطم ما شاء الله استاوت خالص خالص كمية المية اللي نزلت منها كبيرة جدا عشان كده انا قلت لكم بتخلص منها. وحبدأ ان انا اضربه في الخلاط. الخلاط اللي عندي سرمستات. يعني ايه? يعني بيستحمل السخن والسائع. يعني ممكن اضرب فيه حاجات سخنة من غير ما استانها تبرد. طبعا هو بايركس مش بلاستيك. فانت لو عندك الخلاط العادي زي اللي كان عندي قبل كده برضو بتسيبي الحاجة بتاعتك تبرد وبعد كده تبداي تضربي فيها الطماطم. بما اني حرفع الطماطم تاني على النار فانا مش هستانها تبرد عشان تفضل فيها حرارة. وحضرب نص الكمية من غير المية بتاعتها. وطبعا بحب ان انا اشيل الغطة عشان برضو ما يبقاش فيه ضغط بخار كتير جوه الشفشة يعني بخاف عليه بصراحة. حضربها بقى كويس جدا وحبدأ ان انا اصفيها وارنجعها لحلة بتاعتها زي ما هي. التصفية دي خطوة اضافية. انا بصراحة بحب اصفيها عشان بيبقى فيها كمية من القشر والبزور كتير قوي. ويبقى الطماطم بتاعتنا صفية وحلوة كده تيجي تطبخي بيها ما تبقاش فيها كتل وحاجات يعني الولاد ما بتحبهاش. وفي نفس الوقت مش هتخد منك وقت خالص لما تيجي تطبخي بيها بعد كده. وبتخلص طبعا من القشر والبزر وببدأ بقى ان انا رفعها على النار تاني. بلم الجوانب عشان ما تنشفش. واسيبها تغلي على اعلى درجة حرارة. ومهم ما قوي ان الحلة بتاعتك تكون كبيرة عشان هي بتطرتش جامد قوي بتبهدل الدنيا بجد. هحط بقى كمية من الحاجات اللي هتخليها زي مواد الحفظة وتعيش معاكي بره التلاجة. تمام? هحط هم اربع كيلو من الطماطم. يبقى انا هستخدم اربع معالق كبار من الملح. اربع معالق كبار من السكر. اربع معالق كبار من الزيت. كل كيلو ليه معلقة من الملح معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الزيت. عاملة بقى خمسة كيلو عاملة عشرة كيلو نفس المقدار ده. الحاجات دي اولا بتكون مواد حفظة وسانيا للحمودة بتاعت الطماطم بنحط السكر ده بيحفظها برضو غالت معنا غلوتين حلوين قوي قوي وطبعا كمية الماء قلت منها وقصرت شوية فحبدأ بقى دلوقت ان انا اعبيها في ازايز اي ازايز عندك تكون نضيفها متعكمة غطاها ما يكونش مصدي عشان برضو ما تبصش معاك بسرعة لان احنا مش هنشيلها في التلاجة البرطمان اللي بتفتحي تستعملي منه شوية هو ده اللي بترجعي التلاجة عشان خلاص تفتح اما البرطمانات اللي احنا هنقفلها دلوقت دي ما بتتشلش في التلاجة غير ساعة الفتح كلهم بقفلهم بالشكل ده وحبدأ ان انا اقلبهم على وشهم عشان ده بيعقم الهوى يعني المتواجد جوه البرطمان معنى الكلام ده ايه? معناه ان انت بتعبي الصلصة في البرطمانات وهي سخنة بنفس حراريتها اول ما تطلعيها من على النار وتطفي عليها النار بتبدأ يتعبيها في البرطمانات او في الازايز الازاز انهم تكون ازاز طبعا وتبدأ ان انت تقلبي البرطمانات على وشها فالسخنية اللي بتطلع من الطماطم هي اللي بتعقم الهوى اللي موجود جوه البرطمان عشان كده احنا بنقلبه بالشكل ده وبعد ما بيبرد خالص بداي يعدليه وشليه في اي مكان في المطبخ يعجبك مش لازم التلاجة خالص زي ما اتفقنا الحاجة اللي انا حاب اعملها كمان هو حعمل كركدي او العناب زي ما بتسموه الكركدي ناس كتير ما بتبقاش عارفة هو عبارة عن ايه هو عبارة عن ظهرة آآ ظهرة نبات واللونها في صبغة كبيرة جدا جدا اللون بتاعها زي احمر غامق او نبيتي او بتنجاني المهم ده شكلها عشان في ناس في العراق والدول الخليج ساعات ما بيبقوش عارفين كلمة الكركدي لها اسم تاني او لأ بصوا هي الظهرة عبارة عن الشكل ده كده ده كاركدي اسواني وآآ بصراح حلو جدا جدا ومفيد قوي قوي الكركدي خليبالكم ليه فوية تحفة جدا انا غسلته خدت منه بتاع كبشتين كده بايداية وححط عليه مية قد لتر لتر واحد بس من المية على كبشتين اللي انا خدتهم بايداية دول حبدأ ان انا اغليهم على النار طبعا البتجاز انتو شايفينه متبهدل من الصلصة قد ايه بعد اما غالة كويس قوي اعطتوا بتاعتلت ساعة يغلي وبعد كده حصف فيه طبعا هو كده مركز وما اخدتش انا المستخلص كله اللي جوه الكركدي عشان كده انا بحب اغليه على مرتين مرة بليتر مية والمرة التانية بنص لتر من المية لحد ما لونه بيبقى فاتح شوية كده بعرف ان هو نزل كل الصبغة اللي فيه برضو هو كده مركز عشان تبقوا عارفين طبعا انا ما حلتهوش عشان التحلية تبقى على حسب الرغبة وما خففتهوش عشان برضو يفضل مركز ويعيش معايا في التلاجة ده انا بقعده حوالي اسبوع معايا ما بيجرلهوش حاجة خالص اللي بياخد منه بياخد الكوبية بتاعته ويبدأ ان هو يحليها ويشربها في وقتها الحاجة كمان اللي انا حاب اعملها وهو البدنجان المخلل البدنجان حلو جدا جدا في التخليل وممكن تسحبي منه ويعود معايا فترة كبيرة في التلاجة من غير ما يفسد طبعا انا شايلة منه العنقود بتاعه وغسله كويس قوي وحابدأ دلوقتي ان انا اعمله الخلطة بتاعته وابدأ اسلقه بصوا الحاجات اللي انا بشيلها في الفريزر معاكم من ايام تفريزات التوم وهو التوم اللي بالفلفل كنت مفرزة توم مفروم وعليه فلفل فرماهم مع بعض في الكبة وكمان دي هاريسة شطة فانا مش هطلع من الهاريسة لان التوم اللي انا طلعته دلوقتي قدامكم جوا فلفل حامي وهطلع كمان كيس من البنجر اللي احنا مفرزينه مع بعض في اكياس تفريز برضو ده هستخدمه في سلق البتنجان ده انا كنت وغضى منه شوية ومتبقي منه شوية في الكيس حبدأ بقى ان انا اسلق البتنجان بتاعي في شوية مية وهحط معك مية السلق بنجر البنجر بيعزز القيمة بتاعته جدا بيلون المية بتاعت السلق اللي احنا بنستخدمها تاني في التخليل فبالتالي انت بتاخدي فايدة حاجات كتير قوي في نفس الاكلة ما بيبقاش بعبارة عن مخلل وخلاص لا انت بتاخدي فايدة البتنجان في حديد وكمان بتاخدي فايدة البنجر اللي مليان بالحديد اكتر حطيت هنا كمية المية اضغطي البتنجان وحسلقه عادي على النار لحد ما يترى معايا حاجة بسيطة ومش قوي وحبدأ اعمل خلطة البتنجان العادية جدا خدت شوية من الفلفل اللي بالتوم وحبدأ احط عليه كمون وححط عليه شوية ملح وخل وممكن كمان تعصري لمون لو انت حبه البتنجان بتاعي بعد ما تسلق انا كنت سايبها في المصفة بتاعته يبرد والخلطة بتاعته فكت اهي وقلبتها كويس وبصوا مية السلق اللي فيها البنجر حاجة كده جميلة جدا حبدأ بقى ان انا اشق البتنجان وهبدأ ان انا احشي بكمية الخلطة الحلوة دي بتبقى تحفة وكمان اخف بكتير من المقلي المقلي حلو بس بتكليه في ساعتها يعني يدوب تكليه يوم او يومين وخلاص ما ينفعش يقتقع دي اسبوع معاك في التلاجة بتضطر ان انت تعملي منه كل يوم لو انت حبه تكليه جنب الاكل بس طبعا المقلي بيبقى تقيل شوية شارب زيت كتير فخلينا احسن في المسلوق حلو جدا جدا وطعمه يعني طح فاكيد انتم عارفين هزود بقى هنا المية بتاعة البنجر اغطي بيها البتنجان واسيبه في التلاجة تسحبي منه كل يوم على الفطار الكمية اللي انت عايزاها واللي تغديه منه ما ترجعهوش البرطمان تاني او العلبة تاني عشان برضو ما يفسدش غيره حطيت على وشه شوية زيت وحدخله التلاجة بقى يعد معانا اسبوع عشر تيام ما يجرى لهوش حاجة خالص من الحاجات اللي انا حبيت اجهزها برضو معاكم الاسبوع ده وهو العيش البلدي العيش اللي عندي كان فيه شوية عجز كده وقرى بيخلص فحبيت اعمل شوية عيش حلوين قوي بس اديه بطريقة حماتي واخداهم يعني واحدة طريقة من العرب اه او هم عايشين في العجمي اكيد الناس اللي عايش في العجمي عارفة ان فيه نسبة كبيرة من العرب عايشين معانا فمشاء الله عندهم كده شوية وصفات واكلات يعني مختلفة شوية وعندهم تطش غريب فيها فانا حطيت هنا قدي نص كيلو من الدقيق الابيض وهحط عليه آآ آآ ردة اللي انا جايبها في اداية دي هي ردة سايبة وفي منها مغلف زي اللي انا اسمها بكري اللي جانبي دي انا جايبها من السوبر ماركت النص كيلو باربعة جنيه وحطيت على الردة والدقيق الابيض معلقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح هحط كمان سكر طبعا عشان الخميرة وهحط لبن بودرة بيطري جدا جدا العيش حاجن بمية دافية وحاجن بنقطتين كده من الزيت قد معلقتين كبار المهم ان انا دفيت مية عندي عشان اعرف اعجن بيها وحب ده ان انا اعجن الخليط ده ما فيهوش اي حاجة تانية العيش بتاعهم بيبقى عبارة عن زي العيش البلدي بتاعنا بالزبط بس هو بيبقى طخين شوية ما بيبقاش رؤية وطبقتين كده هشين ورفيعين لا بيبقى يعني اللبابة بتاعته عالية من جوة انا بصراحة بحب اكله قوي لما حماتي بتعمله وبتقول لي ان ده بتاع العرب فبصراحة بيعجبني جدا وبيشبع بطريقة طحفة يعني فحبيت ان انا اجرب كده اعمله في البيت وبزود على الخليط اللي احنا حطيناه ده شوية المية الدفين لحد ما تجمع معايا عجينة انا لقيت العجينة لسه محتاجة دقيق معايا لان كمية المية زادت مني زودت الاول الزيت عشان الزيت بيساعد على لم العجين وبعد كده اضفت شوية من الدقيق الابيض طبعا حابين ان انتوا تستخدموا كل الدقيق اسمر برضو براحتكم بس انا حبيت استخدم بداية الدقيق الاسمر لان في ناس يعني ما بتعرفش تجيبه فالبديل على طول ان انت تجيب دقيق ابيض وعليه ردة انا بقلب من تحت الفوق كده عشان في دقيق انا شايفها يوقع تحت فحبيت ان انا يقلب الخليط وحابدأ عجين تاني لحد ما العجينة تبقى متماسكة وحلوة معايا بعد ما عجنته زودت الدقيق لحد ما تمسكت حابدأ بقى ارش على المكان اللي انا بشتغل عليه شوية ردة وحابدأ قلم العجينة بتاعتي بالردة دي الردة على فكرة حلوة جدا وهو بتطلع العيش كده بيشبع قوي فعلا فحلم العجينة بي وحابدأ ان انا اقطعه بالكور كبيرة شوية عن حجم العيش اللي احنا عارفينه بس لما حاجي افرد العيش مش هفرده رؤية انا هفرده طخين شوية بحيس ان هو يطلع اللوبابة بتاعته عالية من جوة زي ما قلتلكم. حد هنبقى العلبة اللي هخمر فيها العجينة شوية زيت وهحط العجينة بتاعتي برضو ادهنها من على الويش شوية زيت وحقفل عليها الغطى بتاعها. وحاسبها تخمر جنبي. عايز اقول لكم انها خمرت بسرعة جدا وما شاء الله يعني العلبة كل شوية غطاها يفتح لوحده وارجع اقفله لحد ما لقيتها قبت بالشكل ده. فخلاص كده هي استوت استوت ايه ايه تخمرت يعني. وكونت كميتها وحلوة جدا من جواها. حبدأ بقى ان انا قطعها واخد منها الكور بالحجم اللي انا عايزاه. وافردها برضو بالحجم اللي انا عايزاه. وحبدأ ان انا اسويها على البتجاز من فوق زي ما حتشوفه معي طريقته سهلة جدا وممكن تدخلي الفرن. بس لو حاب تدخلي الفرن هتسخني الفرن الاول على درجة حرارة عالية جدا على درجة حرارة. وحتسخني الصاج اللي انت هتسوي فيه. يسخن كويس جدا جدا مع الفرن وتبدأي وهو سخنة رصي عليه العيش المفروض بتاعك جنبه بعده. وادخليه بقى الفرن وكل حاجة سخنة. هيستوي معك بسرعة جدا وحييبه وحيبقى تحفة. لو انت بعندكيش صبر يعني للتسوية اللي عالبه تجاز من فوق. اللي انا حاب اكلمكم فيه النهاردة بالذات في الفيديو ده. وهو بالنسبة للفيديوهات اللي انا بقدمها والمحتوى الخاص اللي انا بحب ان انا قدمه لكم اللي يكون فيه كمية كبيرة من الافادة. آآ بخصوص كمان بالذات الفيديوهات المتعلقة بالتفريز والتجهيزات. سبق وقدمت معاكم اول فيديو ليا على القناة بمناسبة التفريزات والمرأة العاملة كان من خلال سنة وشهر بالزبط كان في شهر عشرة آآ سنة عشرين عشرين وتقدروا ترجعوا للفيديو ده حصل على مليون مشاهدة وشوية. الفيديو ده كان بعنوان روتين المرأة العاملة وتجهيزات واجبات للشهر كله. وطبعا من يومها وانا بعمل معاكم روتين التفريزات الشهرية لكل شهر. آآ كله كان تمام جدا وكل شهر بقدم معكم الافكار دي والحمد لله بيلاقي اعجاب كبير جدا من الناس والاهم عندي هو الاستفادة فعلا ان يكون في افكار مختلفة في كل مرة عن المرة لقبلها. طبعا ده بياخد مني مجهود كبير جدا وتحضيرات سابقة كبيرة جدا عشان انقلكم افضل شيء ممكن تعملوه يكون سهل ومكوناته كمان موجودة في اي بيت. المشكلة بقى مش في كل ده. المشكلة عندي بالنسبالي في ان انا ابقى تعبانة في شيء ومحتوي انا اللي بقدمه. وانا مش بقول ان هو بتاعي انا الوحدي وده حكر علي. لأ لكن ده تعبي. ومجهودي. آآ افاجأ ان في قنوات او قناة بالذات مش قنوات كتير قناة بتاخد المحتوى بتاعي بالزبط وبتقدمه وبتنسبه لنفسها كأنها هي صاحبة الفكرة. انا ما عنديش مشكلة ان احنا كلنا نتعلم من بعض وانتم عارفين ده كويس جدا. ولكن ان حد ياخد فكرة انت عملاها بمجهودك وطريقتك. ويجي حد ياخدها على الجهز وينسبها النفسه كأنها هو صاحب الفضل فيها من الاول في الياء. فده غير مقبول بالنسبالي وده حق آآ يعني مش عايزة اقولها عليه آآ تقليد. وهو فعلا تقليد ولكن انا ما بحبش اقول الكلمة دي كتير. بس هو زي مش هقول مقتبس كمان لان هي مغيرتش في المحتوى خالص هي بتاخده زي ما هو بتنسيبه لنفسها. بتستخدم نفس مكوناتي نفس اشيائي اللي بستخدمها في التخزين والتفريز وفي الفريزر. كل ده بيبقى زي دليل كبير جدا على ان المحتوية كله بيتخد كوبي بيست. ما يعني حتى اللي بياخده ما بيحولش ان هو يعدل فيه يعمل عليه بتاعه. هو بيتخد زي ما هو كده كوبي بيست واللي بياخده بيتكلم فيه كأن هو يعني اللي مخترعه من الالف للي انا مليش فضل على حد خالص ولكن انا احب لما اشتغل ويعمل مجهود حد تاني حب ان هو ياخده ويتعلم منه ويعمل زيه ما فيش مشكلة بس يبقى عنده تغيير يبقى عنده آآ تطش تاني مختلف عن بتاعي ما يبقاش بتاخد كوبي بيست كده وفي نفس الوقت هو يبقى انتسب ليه بدون اي وجه حق انا اتكلمت معاكم في الموضوع ده بالذات عشان ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الحق وما بيقبلش باهدار الحقوق ووسلتي الوحيدة لاخذ الحق ان انا بتكلم معاكم طبعا بشتكي لربنا الاول وبفاوض امري لله وباحتسب عند ربنا واللي انا طلبة منكم مش ان انا اتكلم الكلام ده يوصل للقناة اللي انا بتكلمكم عنها لا خالص انا مش هدفي انهائي ان انا اتناقش مع القناة تانية ولا غيره انا كلامي موجه ليكم انتم كجمهور وكمستمعين ومشاهدين انتم الشهود يعني الدرجة الاولى على الموضوع ده سبق كتير وناس دخلت عندي في التعليقات وتكلمت عن نفس القناة دي وحصل مشادات كبيرة في ان انا محتوية بيتخد مني عايز اقول بقى كلمة بيتسرق لان عيبة شوية ولكن بيتخد فعلا مني وبيتقلد وبيتنفذ فانا بصراحة ما قابلتش بالتعليقات دي وما ساحتها كلها لان بدأ يحصل غلط على القناة اللي بتكلم فيها وانا ما بقبلش بالغلط يعني وانتم متابعين المحترمين اللي ما بحبش ان يطلع منكم الغلط حتى لو الغلط ده عند حد غيري بس الحمد لله اللي انا فهمه كويس اوي بشكر ربنا عليه ان متابعيني اسكياء جدا ومنتبهين كويس اوي لمحتوى كل قناة بتقدمه عاملة زي ومين اللي بيقتبس من التاني ومين صاحب الفكرة من الدرجة الاولى آآ فده بصراحة هو اللي بيسعدني وبيخليني دايما سكتة اللي هو انا مش مهم اللي يسرق يسرق واللي يقتبس يقتبس المهم ان في الاخر جمهوري مقدرين واحد واحد عبارة عن ايه وبيقدم ايه ومين اللي بيسبق في الفكرة ومين اللي بيقلدها فدي بالنسبة لي كافية جدا ولكن انا المرة دي حبيت اتكلم فيها وبصراحة بسبب ان صبري نفذ بسبب ان افكاري كلها بتتاخد كوبي بيست وبتتنفذ بدون اي خجل فدي بصراحة حاجة غير اخلاقية ابدا بالمرة وقنوات كتير انا كنت باحترمها للأسف سقطت من نظري جدا يعني ان انا كنت في يوم من الايام بكني لهم تقدير واحترام لكن للأسف تصرفاتهم واقتباسهم لفيديوهاتي ومحتوية ده اللي خلاهم بصراحة ينزلوا من نظري وده دليل اخلاقي للأسف سيء جدا بس انا عذريني طبعا ان انا بتكلم معاكم انتم اهلي وحبيبي وكل حاجة وفي نفس الوقت انتم جنود الله اللي بتقدروا ترجعوا للواحد حقوقه بدون اي تدخل مني وده بتيالي ابسط شيء الواحد ياخد بيه حقه هو على الاقل ان انتم تبقوا جوه وقلوبكم عارفين مين السابق في المحتوى ومين اللي نزلوا الاول ومين اللي نشروا انا عارفة ناس كتير بتخش تشوف التواريخ عشان تقدر تعرف مين اللي نزل قبل التاني وانا بحترم جمهوري جدا وعمري يعني صوري في الكلمة ان انا هستغبى جمهوري واخد محتوى من حد وانسيبه لنفسي واقول ان انا اللي عملاه وان دي فكرتي وافضل اقدم في النصايح كاني انا الرقم واحد في ابداء الفكرة فانا لما بعمل اي وصفة اوقات كتير بنسبها للي انا خدتها منه زي قناة سنسونة سلوى ما شاء الله عليها بتدي افكار صحية كتيرة جدا واسبق وعملت من عندها اكتر من فكرة وشكرتها وهي رجعت شكرتني عندها تاني بسبب ان انا ذكرت اسمها رغم اني والله معرفها شخصيا اه قناة ايا حبيب ما شاء الله طبعا مع حفظ الالقاب اخدت منها وصفات كتير وقلت لكم اسمها قبل كده وانا بعمل الوصفة الشيف قلق الجبالي برضو وذكرت اسمها فاي شيء انا بعمله ممكن اخد الفكرة من حد احيانا بعدل عليه واحيانا بذكر اسمه لما بعمل الوصف منه وده مش عيب ابدا ومش غلط ان احنا نتعلم من بعض ولكن ما ننسبش الحق لنفسنا واحنا وغدينها من غيرنا بس حبيبي ده اللي انا حبيت اتكلم معاكم فيه رابط كون فكرتي وصلت ليكم وانا عارف ان انتم متفهمين جدا وانا مش بعتب على اي حد تاني ولا حتى القنوات التانية انا مش بشيل منها اي نفسية سيئة بالعكس والله يعني احنا كلنا يعني في مجال واحد ولي عايز يقدم اي محتوى بيقدموه مفيش مشكلة خالص انا ما عنديش مشكلة غير ان انا لما بلاقي بس حد مقلدني او اخد مني افكاري اللي انا تعباني فيها بحتسب عند ربنا وبقول ان لله وانا اله رجعون بس كل اللي انا اطلبه منكم ان انتم جوه وقلوبكم تبقوا عارفين مين اللي سبق ومين اللي مقلد بس كده مش اكتر انا كده خلصت العيش معاكم وحبيت اتفاضفض معاكم والعيش عايز اقولكم ان هو طالع مش الله طاري هو كان سخني جدا على فكرة وكل ما بطلعه بحطه في صنية وبغطيه بفوطة عشان يفضل طاري واللبابة بتاعته زي ما انتم شايفين عالية وبتشبع جدا جدا كمية بتاعت العيش دي يعني ما بتخلصش بسهولة لان فعلا بيشبع ممكن تاخذي اقل من رعيف لما تيجي تفطري او تتعشي حتى بس كده هشيله بقى في الفوطة وحسيبه كمان لتاني يوم لما نيجي نفطر هنفطر بيه يبقى سخن كده لما نيجي نقلي الفلافل ونفطر بيها مع الفول اللي احنا عملنا النهاردة تعالوا بقى هنا هنعمل الفلافل مع بعض ده كده كان تاني يوم الصبح اه اللي هو يوم الجمعة طبعا انتوا عارفين احنا بنصح الصبح بقى نفطر الفل والفلافل والاكل بتاعنا المصر الحلو ده انا كنت جاي بحزمة من الكرفس اه كان فيه كرات كمان بس انا حبيت استخدم النهاردة الكرفس هو اي خضرة بصراحة استخدمية هتبقى حلوة كرفس افرنجي او كرات او بصل اخضر او بصل حتى عادي وشوية توم وشوية خضرة هيبقى حلوة جدا مع الفلافل اه انا محبيتش تستخدم خضرة بما ان الكرفس فيه اه عروش كتير وكمان الساق بتاعه حلو جدا وبيدي طعم جميل جدا جدا في عجلة الفلافل انا غسلته كويس لانه بيبقى جواه في رملة كده وحاجات لازم تتغسل كويس بالايد وحاخده اه اقص منه الحاجات اللي هي مش لطيفة يعني وحابد ان انا اقصه واحطه في من شفت الخضار انا اشوفه كله من المياه بتاعته عشان ما ينزلش مياه زيادة على الفول وانا بطحنه معاه في الكبه وبالنسبة للاضافات التانية اللي انا هستخدمها طبعا انتو عارفين ان احنا نستخدم بصل ممكن نستخدم عنده لو انت بتستخدمي الكرات بس انا حطيت بصلتين صغيرين على نص كيلو من الفول وكمان كان فص من التونج اي ده اه انا استخدمت راس كاملة بصراحة برضو بتدي طعم حلو جدا في عجلة الفلافل حافظة بقى ان انا اطحن نص الكمية وعشان يعني تتحن كويس معي وما يبقاش لود كبير على العجان بتاعي او الفوت بروسيسور بتاعي ممكن بقى تعمليه كمان في اه مفرمت اللحمة لو هي متوفرة عندك في ناس دلوقتي كمان على اليوتيوب بيعملوه في الخلاط بس انا صراحة ما جربتش بنفسي ده تسهيلا يعني على الناس اللي ما عندهاش كابة او فوت بروسيسور بس هو بيبقى فيه نسبة مية كبيرة عشان يتضرب في الخلاط وبعد كده بممكن تصفيه منها براحتك المهم بقى انا فرمت النص الكمية دي كويس جدا جدا وتابعوها وافضلوا قلبوا فيها عشان من تحت الفوق كده تبدأ تنعم معاكو خالص ويدخل فيها كمية كبيرة من الهواء انا مش هضيف اي اضافات مع عجنة الفلافر رغم ان احنا ممكن نضيف بيكربوناتو والفرق ما بين البيكربوناتو والبيكينج باودر ان البيكينج باودر مفعوله وقتي يعني انت لازم تحطيه في الحاجة اللي هتستخدمها دلوقتي حالا وتدخل الفرن او تتعامل مع النار لان مفعوله مؤقت اما البيكينج سودا مفعوله بيكون طويل شوية فتقدري تحفظي بيء الحاجة في الفريزر لمدة كبيرة حيحتفظ بمفعوله مدة اطول من البيكينج باودر بس انا في الحالتين مش هحط لان هو برضو لما بيتحط على عجنة الفلافر بيغمقها شوية فانا مش هحطه خالص غير ساعة لما اكون عايز اسوي انا جبت هنا كمية من الكسبرة سخنتها شوية على النار وطحمتها عشان تبقى سخنة كده او حلوة وححط كمية منها على عجينة الفلافل ودي هتبقى البهارات بتاعتنا هي وشوية كمون وشوية ملح بيكينج باودر هحط معلقة صغيرة كده بما اني حقل الكمية اللي معايا دي والكمية التانية هي اللي حشيلها في الفريزر احنا بقى طبعا الصبح بنصحى نفطر فلافل هتبقى حلوة جدا حبيت ان انا اجربها معاكم تاني في القلية الهوائية بس العجينة المراضي انا حطيت عليها بيضة عشان تعز القيمة كده وفي نفس الوقت بتديها هشاشة حلوة جدا بس انا هديها فرما كمان عشان كل ده يختلط مع بعضه وحفظ ان انا احطها في القلية الهوائية عايز اقولكم ان العجينة طبعا لما ضفت لها البيضة بقت طرية شوية وخفيفة اكتر مش بتتمسك بالايد زي اللي احنا بنعملها العادية فانا استخدمت هنا ورقة زبدة عشان العجينة خفيفة جدا وممكن طبعا تنزل ما بين الاخرام بتاعت صفاية القلية وحطيت ورقة زبدة زي ما انتم نصحتوني هده انتهى شوية زيت وحطيت عليها الفلافل بالمعلقة بالشكل ده عايز اقولكم على نصيحة حلوة جدا انا قالتها معاكم الفيديو اللي فات بومتهى البساطة في القلية الهوائية من غير ورق زبدة وطلعت حلوة جدا جدا المراتي عشان خفيفة وحطت لها بيض حطيت لها ورق زبدة طب النصيحة ايه النصيحة انك ده وحطت لها بيض لها في الزيت عادي عشان هي مع البيض والقلية بصراحة النتيجة ما عاجبتنيش قوي لان ورق الزبدة رغم ان انا دهنته زيت اللزق في الفلافل فلو عايزة بقى تقليها بالبيض وتحط لها بيض زي ما احنا حطين كده اقليها في الزيت احسن وعايز اقولكم برضو ان القلي لو مرة في الاسبوع مثلا مش هي عادة اساسية عندنا هو القلي فهو مش هيكون مضر صحيا بالطريقة بتاعة القلي اليومي فهمتوا زي فلو مرة في الاسبوع مرة كل عشر تيام بنقلي نعمل فلافل مش هيكون اضرر كبير قوي وفي نفس الوقت نصفي الزيت كويس قوي من الفلافل لما انطلعها منه انا شلت الكمية بتاعة الفلافل البداعتي في الاكياس اسمتها بالشكل ده ودي الاكياس المحكمة الغالق اللي دايما بشيل معها معاكم فيها الاكل بس مش كله بصراحة يعني فيه اكل بيبقى مش مستهل ان انا احطه فيها ففيه حاجات كده بشيلها في الاكياس العادية وبحط بالكمية اللي حتكفيني لما ايجي اطلع كيس فلافل وقلي منه فالكيس كده كافي للمرة واحدة فاهمين ازاي بس انا بطلع منه الهوى وبقفل عليه بتطلع بنفس لونها وبتفك في نفس الكيس بصراحة حلوة جدا هطلع بقى شوية من الفول اللي احنا عملناه من بارح نفطر بيهم بحط كده شوية في طبق وسخن او ممكن تسخني في شوية طاصة يعني في طاصة صغيرة انا هسخنه في الطبق زي ما هو كده في المايكرويف والفلافل عندي بتتقالى جوه القلاية وحوريكم فكرة تانية بديلة الورق الزبدة اللي بنحطه في القاعدة بتاعت القلاية حقول لكم فكرة تانية برضو قلتها لي في التعليقات حبيت اجرب كل حاجة عشان يبقى انا جربت كله واختار احسنهم وحطيت كمان من البتنجان اللي احنا خللناه ده مع الفطار حاجة كده تحفى بجد بيفتح النفس جدا الفلافل بقى دي طبعا انا حقلي منها شوية تاني دلوقت مرة كمان بس فيه طبعا حبة حيفيده معايا حشيلهم في التلاجة بحيس ان احنا نقلي منهم تاني بكرة فمش مستهلة ان انا اشيل في الفريزر الحبة اللي احنا حنقليهم بكرة بص وراء الزبدة لازق شوية في الفلافل بس عايز اقول لكم ارمشة جدا وطعمها تحفى بجد آآ بس هي استنيتها تبرد عشان اعرف اشيلها من الورق مش عارف بقى انتو بتعمل معكم كده وبتلزق في ورق الزبدة ولا لأ فكرة التانية اللي انا شفتها او اللي انتو قلتوها لي آآ ان انا اجيب الفلافلية الواحدة احطها في ورق الكابكيك بعد ما دهنوا حاجة بسيطة من الزيت فبرده الفكرة دي كانت حلوة جدا وبديل كويس قوي آآ لو انتو خايفين يعني على القلاية بتاعتكن هي تتبهدل من كتر القلي فيها بالفلافل والكلام ده برضو بتحط الكمية اللي انت عايزها جوة ورقة الكابكيك وبتلي الفلافلية كل واحدة لوحدة انا بدخلها على درجة حرارة ميتين وبتقعد تقريبا عشر دقايق او تمن دقايق بتقريبا وبتطلع ما شاء الله متحمرة وجميلة جدا جدا ولما بتتمسك من فوق بتبقى عاملة زي الطبقة النشفة فبقدر قلبها على وشها عشان القاعدة تتحمر بورق الزبدة برضو بصوا الفلافل لما بردت هنا انا كنت شلتها من ورق الزبدة وحطيتها في الطبقة على طول طلعت العيش وقطعت خصه وطلعت كمان مربت مش مش من اللي اللي انا عاملها في البيت وكان في طوار كله كده ايه من صارع ادينا والفلافل اهي طلعتها من ورق الكابكيك عايز اقول لكم كانت هشة جدا 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 ولونها حلوة قوي الحلوة ان هي ما بتاخدش لون البني الغامق زي اللي بتطلع من القلي الزيت بس يا بصراحة لازم تتاكل سخنة اول ما تطلع من القلي عشان بتطرق لما تبرد بص بقى الكركديه بعد الفطار ده كان احلى مشروب ممكن تشربوه لزيز جدا جدا وانا بحليه بالسكر سويتال لو انتو حابين تحلو بسكر برضو عادي وتقدروا تخففوه بمية انا بدل ما حط مية بقى حطيت مكعبين تلج كده يعني يبقى تخفيف وتسقيع في نفس الوقت الكركديه على فكرة فوايده كبيرة جدا مضادات للاكسادة ومضاد للكانسر فهو ما شاء الله عليه كلمة غزائية حلوة قوي الشائعات اللي بتقول ان السخن بيعلي الضغط والبارد او المنقوع بيقلل الضغط بصراحة كل ده يعني ما هواش كلام علمي الكركديه عموما بكل انواعه البارد والساخن بيخفض الضغط ولكن بطريقة مش كبيرة فهو في الاول وفي الاخر مشروب مفيد جدا جدا احنا بقى فاكرين اللبن اللي غليناه في اول الفيديو تعالوا نرجع له تاني لان انا سبته في التلاجة يوم بحاله زي ما شفته كده احنا غليناه مبارح والنهاردة بالليل بقى ابتديت ان انا اعمله انا نقعت كوباية من الرز بعد ما غسلتها في مية صخنة المية الصخنة هتخليه بوش معي بسرعة جدا وفي الوقت ده انا هعمل مخل الخيار عايز اقول لكم يعني هو الروتين ده يعتبر زحم شوية ولكن دي حاجات اسبوعية هتنفعك جدا طول الاسبوع ومع التفريزات الشهرية اللي احنا بنعملها هتلاقي نفسك انك طول الاسبوع تقريبا ما بتزليش مجهود في فطار وغدا وعشاء كل حاجة هتكون عندك حلو وغدا وفطار وكمان مشروبات بصراحة كل حاجة هتكون فعلا موجودة عندك لو انتي بس ايه عزمت الهمة في الاجازة بتاعت الاسبوع جمعة وسابت انا جبت كمية من الخيار اطعتها بالشكل ده طبعا مخصولة كويس والخيار برضو من الحاجات المنتشرة قوي في الاسواق اليومين دول وسعرها حلو جدا وحامل البرتمانين بتوعي دول وطبعا ما تزويديش كمية الخيار في التخليل عشان بيستوي بسرعة قوي وحعمل له مية التخليل بتاعته على مرز اللي احنا نقعينه ده يبوش انا هنا هستخدم كيلو او لتر اللي روبع من المية لتر اللي روبع بالزبط على البرتمانين دول هحط فيهم التوم بالفلفل ده البطل بتاعنا النهاردة استخدمناه في كل الوصفات تقريبا خدت منه حبة كده وده ملح خشن هاخد منه معلقة ونص تقريبا هم اخر حبة موجودين في الكيس وده انسب ملح تقداري تخليلي بيه وبيطلع حلوة قوي على فكرة تخليل بيه هحط كمان معلقة كبيرة كده من السكر عشان يفضل محافظ على ارماشة الخيار وكمادة حافظة برضو هقلب كل دول مع بعض وطبعا التوم تقداري تستغني عنه في المخللات بس هو بيدي طعم حلو وممكن كمان تخليلي فلفل حامي او بارد مع الخيار براحتك هقلب انا كل ده مع بعضو وحبدأ اصبه في البرتمانات بتاعتي هتقفلي عليه بالكيس وتشيليه قدامك على فكرة ما بياخدش اكتر مني ومن بالزبط وممكن تفتحي عليه فيه ناس عشان تسرع من التخليل بتاعه بتخليله في مية سخنة بدل المية البردة دي عشان يسهل او يسرع من تسويت الخيار لو انت عايزة تكليب بكرة ما تضيفوش خل في المخلل بتاع الخيار لان الخيار اصلا مش مستاهل خالص اي خل يسرع التسوين الخل بيسرع جدا جدا في تسويت المخللات فبلاش تحطوه على الخيار عشان ما يتهراش من نقر تعالوا بقى نشوف الرز اللي احنا نقعناه واللبن اللي احنا شلناه ده اللبن لما بتسيبيه ليه لكاملة في التلاجة او يوم كامل كمان بيتكون كمية اشطة معتبرة جدا جدا بصوا بقى بالمقصوصة دي اللي معايا او زي ما بتسموها مصفة كده بلم طبعا الوش بتاع اللبن كله بصوا ما شاء الله كمية حلوة جدا وفي كيس انا بحتفظ بيها في الفريزر ليه بزود الكميات كل اسبوع هعمل كمية دي ولبن الشتة بصراحة تحفة في الكلام ده هتاخدي منه كمية اشطة مهمة وحلوة قوي قوي تقدري تعملي بيها السمنة بتاعتك بتاعت طول السنة فان شاء الله بازن الله كل اسبوع هجيب كمية من اللبن اغليها اطلع منها الوش بتاعها واخر السنة او يعني اخر الشتة بازن الله كده ربنا يا حينا نبدأ نعمل بيها السمنة التحفة اللي في البيت اما بقى كمية اللبن اللي معانا اللي فاضت انا هاخد منها لتر واحد عشان اعمل بيها رز بلبن اللي احنا انا قعناه والاتنين لتر التانيين انا هشيلهم في اكياس اسحبهم على طول على الاستخدام ممكن كمان تحطوه في التلاجة لو انتو بتستهلكوا الاتنين لتر دول بسرعة يعني ما بيطولوش معاكم في التلاجة حطوهم في التلاجة عادي واستهلكوا منهم مباشرة كده على طول انا حطيت الروس طبعا زي ما شفته في المياه اللي كان منقوع فيها على النار وسيبايستوي فيها كويس قوي لحد ما يتهرى خالص هنا بقى انا معايا لتر اللبن اللي احنا حطناه مع بعضه هحط عليه كيس من الايس كريم الفانيليا بودرة الايس كريم بتاع الدريم هي بتبقى محلاة وفيها طعم مناكهة حلوين قوي بفضيهم على لتر اللبن وبحط معاهم كمان مناكه يا اما فانيليا يا اما ماء ظهر ماء الظهر ده بتاع ظهور البرتقان من دوبيلة عايز اقولكم ريحته فوق الخيال حلوة جدا جدا اي ماء ظهر عندك تقدر تستخدميه كمناكه لأي حلويات انا هاخد منه قدغطة وهقلب كل المكونات دي مع لتر اللبن وبس كده طبعا السكر انا مش هضيفه على اللبن البارد انا هضيفه على الرز على طول وهو سخنة عشان يدوب بسرعة هقلب بقى اللبن كويس قوي مع الايس كريم وفي ناس كمان ممكن تحط بدل الايس كريم بودرة كريم شنطية لو انتوا حابين برضو بس انا شايفة ان الايس كريم كافي جدا هنا الرز استوى في الميا اللي احنا نقعنا فيها وطبعا يعني مهري كده وده المطلوب طبعا وهحط بقى لتر الحليب بالاضافات اللي احنا لسه حطناها هعلي عليه النار واسيبه يتشرب منها لحد ما يبدأ الرز يبان على وش اللبن بحيس ان الرز تشرب كويس قوي من اللبن اللي احنا حطناه انا بحبش اضيف نشا بصراحة يعني انا بحب رز بلبن كده سايب في نفسه ويكون اللبن فيه اكتر من ان هو يكون متماسك ونشف في التلج بص هو كده الرز شرب كمية حلوة قوي من اللبن وفي نفس الوقت قوامه لسه يعني خفيف مش تقيل قوي حطيت هنا نص كوباية بس من السكر لان خدوا بالكو بودرة الايس كريم بتكون محلاة ودي الاطباق اللي انا حغري فيها الرز بلبن وبس كده يعني طريته سهلة جدا جدا وتقدروا بقى تحطوا على وشه اي نوع مكسرات او اي شي انتو تحبوا تضيفوه على وشه يعني هو بيبقى حلو في كل الاحوال وطبعا مهام جدا ان احنا نغطي الوش بتاعه وشان لما يقعد في التلاجة معانا الوش بتاعه ما يشققش وما ينشفش مننا ويكون طعمه حلو الاخر طبع يا رب الفيديو النهاردة يكون فيه افادة ولا وبسيطة بالنسبة لكم واتمنى تكونوا اتبسطوا معايا من الفيديو ده وقدمنا فيه افكار تكون متساعدة لكم طول الاسبوع اتمنى دعوا حلوة من قلوبكم واتمنى تعملوا لايك الفيديو سبسكرايب للقناة او اول مرة تشوفوني اشوفكم على خير يا رب العالمين بإذن الله في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قال